بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم من جديد في هذه الحلقة التي سنختم فيها ما بدأناه معكم في الحلقات الماضية من قصة يوسف عليه السلام بعد أن رجع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم ولم يكن معهم أخوهم الصغير بن يامين ولا أخوهم الكبير ورآهم أبوهم أين بن يامين وأين أخوكم الكبير فقالوا ابنك بن يامين قد سرق صواع الملك وأخونا الكبير جلس معه يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون لكن يعقوب عليه السلام لم يصدقهم فهذه هي المرة الثانية المرة الأولى كذبتم في يوسف والآن تكذبون في أخيكم الصغير وأخيكم الكبير قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم ليس لي إلا الصبر على ما فعلتم وصنعتم وأرجو من الله أن يرجع لي يوسف وابن يامين وأخكم الكبير ثم أعرض عنهم وضاق صدره وبكى بكاء شديدا حتى بيضت عيناه من البكاء وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فقالوا يا أبانا إلى الآن تذكر يوسف وتحزن عليه فخفف عن نفسك حتى لا تهلك يا أبانا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ثم طلب منهم أن يذهبوا ليبحثوا من جديد عن يوسف وابن يامين وأخوهم الكبير ربما ترجعون إلى صوابكم فإذا بالأبناء التسعة يذهبون مرة أخرى إلى مصر وذهبوا إلى العزيز وهم لا يعلمون أنه يوسف عليه السلام فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين في هذه اللحظات ذكرهم يوسف عليه السلام بما فعلوا به وقال هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ فنظروا إليه فإذا العين عين يوسف وإذا الصوت صوت يوسف وإذا بهم يحاولون التذكر قالوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِيهِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمَحْسِنِينَ فارتفع البكاء وعلى الصياح نكسوا رؤوسهم ماذا سيفعلوا الآن هل سينتقموا منا أم ماذا فقال يوسف في هذه اللحظات لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم قال لهم بعد أن نزع قميصه خذوا هذا القميص فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا سيرجع الله عز وجل له البصر ثم أتوني بكل قبيلتكم وأهلكم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فقال الحاضرون عنده تالله إنك لفي ضلالك القديم وفجأة جاء البشير الذي يحمل القميص يركض وألقى القميص على وجه عقوب عليه السلام فلما أزاح القميص إذا بيعقوب عليه السلام يرجع بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فتجمع الأبناء حول يعقوب عليه السلام يبكون وهم فرحين ثم طلبوا منه يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ندموا على فعلهم فرد عليهم يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم وعدهم بأن يستغفر لهم وأعاد الله له البصر أي فرحة هذه التي نزلت على يعقوب عليه السلام ثم جمع أولاده وأهل بيته ذاهبين إلى مصر إلى يوسف عليه السلام فلما وصلوا إلى مصر إذا بيوسف عليه السلام بنفسه ينتظرهم فلما دخلوا على يوسف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ضم أمه وأباه وقربهما من العرش وقال لإخوته وأهلهم أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ثم رفع والديه عند عرشه وإذا بإخوانه جميعا مع والديه يسجدون له تعظيما وإكراما وتبجيلا وكان السجود في عهدهم مشروعا ثم ذكر يوسف أباه فقال يا أبي أتذكر رؤياي التي أخبرتك عنها وأنا صغير الآن يا أبي الرؤية تحققت ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبي هذا تأويل رؤياي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم لم ينسب إلى إخوته أي جريمة أو أي تهمة تخيلوا إخوته الذين أرادوا قتله قال إن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبين إخوتي ثم رفع يديه إلى السماء قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة ماذا تريد يا يوسف انظروا إلى طلبه في آخر عهده توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذه هي قصة يوسف عليه السلام التي عشناها معكم في سلسلة من الحلقات وبذلك نطوي صفحة من صفحات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع نبي جديد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة